عايز اقولك ان المباراة القادمة بتاع النادي الاهلي غير اهميتها بالنسبة للفرق انهم جايين لعبوا النادي الاهلي اضافة زي ما انت قلت انهم معهم اجهزة فنية قوية كابتن طلعت يوسف بالنسبة الانبي طبعا قابل الاهلي مرات ومرات وعمل نتائج كويسة بيفكر برضو ان هو يطلع زي ما بنقول للعيبة اللعيبة بتركز وكده المداربين ايضا يا كابتن اسلام والمدير الفنين بركزوا اوي في موضوع طبعا مباراة النادي الاهلي وبيحطوا يعني عصارة خبراتهم قدام النادي الاهلي ده محتاج كمان جهد كبير من اللعيبة لان انت دلوقتي علت السقف صحيح انت كالعيب لا وانت كمان يا كابتن معلش احنا حتى لما بتيجي وحضرتك كنت معايا وقلت لكن احنا دايما انثقتنا في لعبتنا كبير جدا 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 مهما حصل لان انت بتلعب باسم النادي الاهلي واللعيبة دي يا ما جابوا بطلاط ويا ما هيجيبوا لسه ده اللي انا عايز اقوله ان احنا قلنا ان اللعيبة دي هي اللي جابت بطلاط عديدة السنين اللي فاتت صحيح بس انا عايز يعني بوجه رسالة للعيبة انتوا لعيبة لما بتحب تعمل حاجة بتعملها يعني قادرين على انكوا تعملوا الفارق زي ما بنقول قبل كده اللعيبة الاجيالي القديمة زي ما بنقعد نشكر دلوقتي في جيل ابو تريكا وعمد متعب وعصام الحضري زي واسم الشاطر وزي ما كنا بنقول على الجيل بتاعنا ولازال الجمهور بيقول جيل التمانينات اللي هو بداية بطلاط افريقيا وعملوا ريكورد وعملوا ارقام كتيرة انت كلعيب المفروض طموحك ما ينتهيش عند البطلاط اللي انت عملتها وحققتها انت خلاص مش محتاج اتعرفنا بنفسك او تدينا السخة فيك احنا واسقين فيك بس طلبين منك انك تعمل ريكورد ازية كمان من البطلاط على مستوى الفرق او على مستوى الشخصي عدد اللي لعب مثلا 250 مباراة يلعب اكتر بس يا كابتن كمان ودي حاجة مش من المفترض ان انا اقولها لانها كانت حاجات كلها مكلمات شخصية ما بين معظم بني وبين معظم اللي عيبة ما كنت بتكلم عن الجمهور كانوا بيقولولها كابتن الجمهور ده يعمل هو عايزه والله بجد يا كابتن يعني انا كنت متصور لأ قالوا لي احنا بنعمل كده خجلا بس مش عايزين نروح للجمهور خجلا من يعني احنا مش بنساعد الجمهور قوي زي بقالنا كم سنة وبتاع فهم قالوا لي لا الفترة اللي جاية وكان ده قبل مباراة ترميدز اي 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 او او بعد المباراة كمان تحديدا وقالوا لي ان شاء الله الفترة جاية احنا كنا نتكلم عن الخمس ست ماشرات اللي جاية دول مهمين جدا جدا طبعا اه زي ما قلت طبعا الجمهور مع النادي الاهلي وداعم وقلنا الكلام ده اكتر من مرة وحتى بعد المباراة اللي فاتت قلنا الجمهور مش محتاج ان احنا نكلمه عشان يدعم النادي الاهلي او لعبة النادي الاهلي الجمهور يعني واعي وعارف دوره كويس جدا جدا وداعم جيد جدا انتو فرحتوه وفرحتوه في مباراة باعتبر هنا في مباراة في الدورة بتبقى محطات اللي هي مع المنافسين صحيح ان انت بتنطلق بقى وبتفرق وبعدين عايزين نرجع المقولة بتاعت النادي الاهلي برضو وبتاعت الاجال اللي انا كلمتك عليها بتاعت النادي الاهلي لما بيرك بالجدول محدش بالحقه نعم احنا عايزين دي تستمر ما ينفعش بقى في فقد للنقاط تاني عايزين مكسب وخصوصا زي ما قلنا مباراة قوية وحساسة الفترة اللي جاية لو طلعت منها وعديت لبر الأمان هتديك دفعة قوية جدا لكاس عالم الاندية ودي حاجة مهمة جدا لان انت بتلعب نادي الاهلي بيلعب لوحده في منطقة مفيش نادي في مصر بيلعب فيها اللي هي كاس عالم الاندية تاما المرات بس يا كابتا اه حاجات خفيفة حاجات بسيطة يعني حاجات خفيفة كده على الماش غيرك مراحش خالص فانت التمانية كمان مش رايح ضيف شرف وراجع لا انت بتجيب البرونزية وبتطمع وبتأمل ان انت ان شاء الله تكسر حتة البرونزية دي وتعدي لا اقصى من كده وتلعب مثلا نهائي فمهمة قوي ان الفترة اللي جاية احنا زي ما انت قلت هي فترات بتتقسم فترات ما قدرش اقولك مثلا احنا عايزين ندوس في الدور التاني في اللي مش عارف في اخر مرحلة لا من دلوقتي الاجتهاد والرجل كمان كولر وصلك لمرحلة كمان يا كابتن اسلام ان انت عندك اكتر من 22 لعيب جاهز